ملكة جمال باكستان لعشرين اربعة وعشرين موجه لها طبعا انتقادات كتيرة هي روما مايكل تعرضت لهجوم كبير بسبب مشاركتها بحفل ملكات الجمال وخاصة بعد ظهرها بملابس السباحة يعني هيا خرجت وثابت البلد وما فيش فايدة وراها وراها برطو نيجي للسعودية السعودية بدء بناء اكبر مبنى في العالم بتكلفة خمسين مليار دولار في الرياض ويطلق عليه اسم المكعب بس المكعب بس يعني الشبه اي حاجة وهيبلغ ارتفاعه 1300 قدم وعرضه 1200 قدم عند اكتماله مما يمنعه حجم كافي لحتواء عشرين مبنى بيضم مطاعم راية مساحات كبيرة بالتجزئة لبيع التجزئة ومكاتب يضم 14000 وحدة سكنية وتسعة الاف غرفة فندقية مع مساحات خضرة وشاسعة بالتوفيق بالتوفيق الفلوس برضو تساعد وبلا شك السعودية بتغير نفسها كتير كتير في سؤال للمناقشة كده انا معرفش ليه اتعامل ده اللي يعرف يا ريت يقول لنا مصر بتضع قرار بيضع شروط لسفر بعض السيدات الى السعودية وان المطارات المصرية بدأت في تنفيذ القرار الجديد اللي بيلزم بعض السيدات من الفئات المهنية المحددة في جواز السفر زي ربة المنزل لو دبلوم او بدون عمل بالحصول على تصريح مسبق من ادارة الجوازات عند رغبتها في السفر الى السعودية لاغراض الزيارة او العمل مع ضرورة التأكد من جدية مبررات السفر الكلام ده اعتبارا من 26 اكتوبر وبيأكدوا انه لن يسمح بالسفر من دون هذا التصريح بصراحة انا مش عارفة ليه لو حد يعرف ايه السبب انهم طلبين الورقة دي من الناس اللي في الباسبور بتاحها دبلوم ما بتشتغلش ربة منزل دول ليه بس بالذات وليه لازم يقولوا هم مسافرين ليه وتكون المبررات مقنعة لهم يعني خلوها بقى بشكل شخصي انا مقتنع ومش مقتنع يعني ياريت نعرف اكتر يوم الخميس الماضي زار الملك تشارلز جزيرة ساموة الوقع في المحيط الهادي واقيم له حفلة ملكيا حيص ارتدت شارلز وكاملة اكليل من الظهور وتناولوا مشروب الافا المقدم في قشرة جوز الهند كجزء من جولاته الرسمية لتعزيز العلاقات الدولية والاهتمام بالبيئة والثقافة بنتمنى له الشفاة ما حضركم عارفين موضوع الكانسر اللي هو عنده هو يعني بيحاول انه حتى الفترة اللي فاتت قاله انه بيجهز لل يعني خبر صعب طبعا انه بيجهز للشكل الجنازة بتاعته ده يعني المرض ده مش معناه الموت زي ما بيقوله يعني المرض ده ممكن يكون لأسباب تانية والرب رايد حاجة تانية ليس كنت بتكلم الصبح مع أستاذ لطفي بيحكيلي عن قصته وهو من سنة 22 بيقول انه الدكاترة قالوله انت قدامك شهر او اربع شهور بالكتير هو معنا لحد تلوقتي وربنا يدي له الصحة والعافية يا رب وطورة العمر ويدي له الصحة ويخدم أكتر وأكتر ربنا مستخدمه علشان يفرح قلوب ناس كتير ده اللي احنا بنقول المرض ده ما يقفش عند حركتك ما يقفش عند الخدمة بتاعتك ما يقفش عند كل عمل انت على قلبك انك تعمله لو الرب سمح بيه يبقى سمح بيه لريزن وهيكون السند ليك معه السند ليك مع المرض ده خلال رحلتك معه ربنا يحفظ الكل خليني أختم حضر معكم بالفيديو الصغر نتمنى له الشفاء والصحة يا رب وزي ما قلت لحضراتكم يعني